اشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس العالى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة اشهد باقامة المهرجان الرياضي المفتوح يلا رياضة مؤكدا سموه على ان المهرجان الرياضي المفتوح يحمل في طياته اهدافا نبيلة وواسعة وشاملة ودليل على اهتمام مملكة البحرين وقيادتها الرشيدة بارساء قيم المحبة والتآلف بين الجميع وان اختيار الرياضة لتحقيق هذه الاهداف يعد السبيل الامثل والافضل للوصول الى كافة المواطنين والمقيمين والجالية على ارض المملكة وكان سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قد شهد منافسات فنون القتال المختلطة بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد الخليفة واضف سموه الى ان المهرجان الرياضي المفتوح يؤكد التزام المجلس الاعلى للشباب والرياضة ووزارة الشؤون الشباب والرياضة في زيادة حجم الحراك الرياضي الاجتماعي غير التنفسي الهدف الى تعزيز صحة افراد المجتمع الامر الذي يؤكد الاهداف البعيدة المدى للرياضة باعتبارها اسلوب حياة صحية لجميع ممارسيها مشيرا سموه الى ان حرص وزارة الشؤون الشباب والرياضة على تنوع الالعاب الرياضية والانشطة والبرامج والتي التمثل في الرياضات الترفيهية والترويحية والاجتماعية والتنفسية والنوعية الى جانب البرامج التثقيفية والتوعية المرتبطة بالصحة والرياضة والبيئة تعتبر بمثابة عنصر جذب للمشاركين من مواطنين ومقيمين ومن مختلف الفئات العمرية وبين سموه الى ان خطوة وزارة الشؤون الشباب والرياضة بتضمين المهرجان الرياضي المفتوح للعبة فنون القتال المختلطة دليل على اهتمامها بنشر هذه اللعبة بين الشباب البحريني باعتبارها من الالعاب الرياضية المهمة التي اخذت طريقها في الانتشار السريع على المستوى المحلي والعالمي باعتبارها من الالعاب القتالية الامنة التي تتوافر فيها جميع الشروط والقوانين التي تحافظ على سلامة اللاعبين مؤكدا سموه ان المهرجان الرياضي المفتوح يشكل مكانا مناسبا لتوفير كل الظروف المهيئة لانتشار رياضة الفنون القتالية ودعمها بصورة مباشرة الامر الذي يساعد على انتاج نجوم قادرين على تمثيل المملكة في هذه الرياضة وتحقيق المزيد من الانجازات لها كما شهد سمو الشيخ خال بن حمد الخليفة بطولة فنون القتال المختلطة الاولى للهوات التي اقيمت ضمن المهرجان الرياضة وشارك فيها ثلاثون مقاتلا من خمس دول وهي مملكة البحرين الكويت فلسطين اوكرانيا وامريكا حيث تم توزيع هؤلاء المقاتلين على خمسة عشر نزالا في مختلف الاوزان المعتمدة في هذه الرياضة كما اقيم وزن المقاتلين قبل الفعالية يلا رياضة المهرجان الرياضي المفتوح الاول وعند الحديث عن الرياضة لا بد ان يتواجد فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة بمشاركة الفريق بالبطولة التي اقيمت بتواجد خمسة دول فبدعم وحضور من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة مؤسس منظمة كي اتش كي ام ام اي اختتمت البطولة وسط اجواء تنفسية هدفها احتضان الشباب البحريني والارتقاء بمستوياتهم وقدراتهم القتالية اليوم لما تقام مثل هذه البطولة امام الجماهير بشكل العام حصلنا اقبال كبير حصلنا تجاوب حصلنا متعة في المشاهدة فبالفعل احنا نشكر سمو الشيخ خالد على توجيهاته بمشاركة الفريق ومشاركة الخارجية ايضا خلال المهرجان الي امتعنا حقيقة وساهم في انجاح المهرجان بشكل كبير ثلاثين مقاتلا وخمس عشرة نزل التحدي والمنافسة كان عنوانهم فقد اظهر المقاتلين مستويات قوية وامكانيات عالية وبالاضافة الى القدرات القتالية التي ابهرت الجميع مما يدل على تطور مستوى المقاتلين في الاوينة الاخيرة والوصول الى الاهداف الرئيسية من اقامة البطولات المحلية والله انا انصح الشباب ان مادام يلعبوا هاللعبة لازم يكون كتجربة لشي يكون قدراتهم واللعبة ما تتعور فيها وفيها سيفتي وكامل يعني انصحهم بالتجربة لازم يقول اي واحد يلعب هاللعبة يجرب يشوف اخطاء ويطلع يتعلم والله هاللغاء كوي سريعة عددت تقريبا حوالي اغال من شهر فس الحمد لله فريق سمو الشيقان موفر كل شي لنا احسن مدربين احسن لعبين في بارونيوم كيش متوفر وهي النتيجة الحمد لله ماشاء الله البطولة كتير قوية شفت مبارات كتير وشفت ماتشات كتير بس الماتش ماشاء الله في البحرين كتير اهل البحرين مهتمين برياضة الامامية وماشاء الله شيخ مهتم بيهم عامي فريق كويس جدا وبشكرهم على الترحيب وعلى المجهود اللي عملوا معنا نعم انتهت البطولة ولكن لم ينتهي المشوار بعد وانما هي البداية للوصول الى القمة من خلال امتلاكنا فريقا يحلق في سماء المحافل الدولية كيف لا وقائد مسيرة رياضة فنون القتال المختلطة دائما ما يكون في الطلعة فدعم خالد بن حمد رسم الامل والطموحات للعالمية تجمع رياضي اول من نوعه نظمته وزارة شؤون الشباب والرياضة برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية فقد نجحت وزارة الشباب والرياضة بكل المقاييس في تنظيم مثل هذا التجمع الرياضي الكبير من خلال استقطاب عدد كبير من المشاركين 25 ألف مشارك من المواطنين والمقيمين والجاليات في أكثر من 25 فعالية رياضية وشبابية تثقيفية وصحية أنا أعتقد من الانطلاق الأولى اليوم بدأنا ساعة 9 بالمشاركة الكبيرة من الجميع من المسؤولين من السفارات السفارات الموجودين على مملكة البحرين المواطنين الشباب العوائل بالفعل من البداية حسيننا بالنجاح وساعة بعد ساعة قاعدين نشوف مشاركة أكبر قاعدين نشوف إقبال كبير وأعتقد نحن قدرنا نحقق الهدف والأهداف اللي كنا حاطين هذه المهرجان أبرزة طبعا أن نحن ننع الجميع في يوم رياضي ترفيهي ممتع هذه المهرجان لله الحمد يعني الهدف منه تعزيز أهمية أفهوم الرياضة وكذلك التالف والانسجام والتعارف ما بين مكونات شعب البحريني نحن نهدف بصراحة يعني اليوم بصراحة يعني شفنا في هذه المهرجان أن كل البحرين كانت فريق وما كان عندنا أي فرق ولا تفريق المهرجان اجتمل على العديد من الفعاليات التي أجبرت الجميع على التواجد منذ الصباح الباكر للمشاركة في هذا الحدث لتصل بذلك وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى الأهداف الأساسية من المهرجان في تجسيد الألفة والتعاون والتعرف بين جميع مكونات المجتمع البحريني في قالب رياضي ترفيهي صحي وتعزيز مفهوم الرياضة وممارستها في مختلف النواحي ما شاء الله صراحة يعني اليوم مهرجان جدا جدا جميل صراحة وأعتقد أن أكثر شيء مثل ما شفت الحضور يعني طبعا الحضور هذا يدل على نجاح المهرجان أمانتها النجاح جدا جدا مميز شفنا رياضة كثيرة من كورة القدم كورة الطائرة والله إحنا كوزارة التربية والتعليم والله شفنا شيء جديد طبعا لم الكم الهائل من الشباب ولم المجموعة طبعا هذه عن شطة رياضية يعني تجمع جميع الجنسيات وجميع الأعمار وهذا شيء طيب يعني أنك أنت تشوفهم في يوم يتجمعون في جميع الألعاب ونتمنىها تتكرك المرة أتمنى أنهم يستمرون في تنظيم هالفعاليات عشان نصر عندنا فرصة نتعرف على الألعاب بصورة أكبر المهرجان احتضن الصغار قبل الكبار بمختلف الفعاليات لزرع محبة الرياضة وممارستها منذ الصغر والاحتضان كافة أطياف وأعمار المجتمع كافة لتنجح وزارة شؤون الشباب والرياضة في أول تحدي لتجمع رياضي كبير ترجمة نانسي قنقر